السلام عليكم انا لو ضغطت متابعة دلوقت زي ما انت شايف كده هيقول لي ان تم حظر حسابك نهائيا هل معناها بقى كده ان حسابي على تيك توك تحظر وانا مش عارف ارجعه لا انا هرجعه وهقول لك ازاي ترجع الحساب تصلى على النبي وتركز معايا وانت اللي هترجعه بنفسك بشكل مجاني وهي طريقة واحدة بس طبعا الحساب بيتحظر بسبب واحد فقط لغير بيديك تنبيه مرة تحذير وتنبيه تاني وتنبيه تالت هوب بيحط في حسابك تحذير لو انت تمدد في الغلط بيطالك الحساب وده اللي انا عملته وقاصد عشان اعمل شرح رغم من الحساب ده في 15 الف متابع ويمكن اكتر وريدش فيه عالي ولكن انا كده كده واصف ان انا هرجعه هيظهر معاك بالشكل ده كده تخرج خالص برا تيك توك ولا تضغط بقى رفض ولا عرض التفاصيل لان انت ضغطت عرض التفاصيل ضغطت رفض في تلك الحالات هقولك الحساب تحذر بسببه انا هنا تحذر بيقولي بسبب اداني تحذير مرة في شهر اربعة ومرة في شهر عشرة واربع تحذيرات لاربع فيديوهات ليه هل كده مع الفيديو الاخير ده انا منزله على فكه النهاردة واكسم بالله انا شاكك مية في المية ان الفيديو الاخير ده في مشكلة فده مش معناه ان الحساب بقولي بشكل دائم لا حبيب مش بشكل دائم الحساب هيرجع ان شاء الله انا طبعا ما نعمل اللي علينا والتوفيق من عند ربنا طيب هو قال لي هنا ان الحساب بتاعك تحذر خلاص هل انا عمل ايه وهو وصل لمرحلة التعليق انه هو بقى معلق هعمل ايه بص يا غير تخش على جوجل وهتكتب الابلاغ عن مشكلة وعلى فكرة ما فيش غير الطريقة دي اللي هترجع بقى حسابك حد قالك تعالا ده فيه برطنر بيرجعه فيه مش عارف ايه تيجي عامله حذر وتشتمه في ساعته لانه ما فيش الكلام ده بيقول لك حد موضوع بقوله استفسارة عام بقوللي المشكلة اللي عندك بقولله حساب محزور مش معلق بقوله الحساب محزور هحط بريد حط هنا اليوزر بتاعنا اهو امر يحيى طبعا هنا بيقول لك البريد هاجيب بريد الحساب بص حبيبقى حعطونا البريد وهذا اليوزر اهو حعطونا اليوزر بتاع وحط البريد اللي موجود في الحساب كتبت الرسالة الجميلة دي خوتها قوبي يلا اهي حلوة كده انا اللي كاتبها بايدي وهقول له اكد اكد لول من البريد طبعا احنا الخيار هنا زي ما قلنا هانسخ الرسالة بس لان المتصفى عند حدس اها هرجع وراء بس راجع المتصفى عند حدس انا كده كده الناس كل حاجة صفصار عام وحساب محظور والبريد تمام كل شيء تمام اهو صفصار عام حساب محظورة ده البريد وده الرسالة هلا ولتلك انسخة وهقول له ارسال ده الحساب اللي محظور طبعا هيرض علي بعد يوم او يومين يقولولي ان الحساب هيرجع ولا لا هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتكلم الشركة عشان يرجعولك حساب يا اما يرجع يا اما يفضل محظور هي دي الطريقة الوحيدة عشان ما حدش ينصب عليك ويقولك هاتفلوس ان الحساب ده ربنا يصر امره رجع هعمل في حلقة تانية وقولكم ما رجعش برضو هقولكم طرق تانية ترجعوا بها الحساب ان شاء الله